الدرس الرابع عشر عمر مريب حدث، يحدث، حدوث منتصف شعر، يشعر، شعور حمى ألم بطن اتصل، يتصل، اتصال الاسعاف الشفاء العاجل تمنى، يتمنى ليل تكلم، يتكلم، تكلم جالس واقف جائع تحدث، يتحدث تحدث ماشى، يمشي، ماشي لعب لعب نائم أكل، يأكل أكل رجع، يرجع، رجوع مريب مريب أمس أهلا أهلا، يا علي، أين صديقك عمر؟ هو مريض جدا متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ نعم، اتصلنا بالإسعى في هاتفيا ليأخذه للطبيب أتمنى له الشفاء العاجل الدرس الخامس عشر عمر يلزم صرير المستشفى حول يحول تحويل لأزم يلزم لزوم قسم الباطنية المستشفى مكث يمكث مكوث عالج يعالج علاج يوم أيام زر يزور زيارة فحص يفحص فحص للمريب اليوم غدا غدا ماذا قرر الطبيب لعمر أمس؟ فحصه وحوله إلى المستشفى وهل رجع إلى السكن؟ لا، فقد لازم سرير المستشفى ليعالجه الطبيب في أي قسم هو؟ في قسم الباطنية في الطابق الثالث الحجرة الرابعة سأزوره غداً إن شاء الله الدرس السادس عشر زيارة عمر في المستشفى أجر يجري إجراء دم دماء مختبر نتيجة ملارية دواء دواء حبة مرة حقنة حقن عضل ظهر يظهر ظهور تحليل استعمل يستعمل استعمال صفحة صفحات كيف حالك الآن يا عمر؟ بخير والحمد لله أشكرك على الزيارة هل أجريت بعض التحاليل؟ نعم أجريت تحليلاً للدم في المختبر وهل ظهرت النتيجة؟ نعم ظهرت عندي ملارية في الدم وأي دواء قرر طبيب؟ بعض الحبوب وبعض الحقن وكيف تستعملها؟ أخذ حبتين ثلاث مرات يومياً وحقنة في العضل كل يوم شفاك الله شفاك الله اقرأ علاج قام يقوم عملية جراحية شك شك يشكو شكو نوع أنواع مصاب شراب دوسنتارية بالهارسية صيدلية صيدليات مرض مرض مرضى عين عيون رأس رؤوس كشف كشف يكشف كشوف الذي في المستشفى في المستشفى يجد الإنسان علاجاً من المرض بإذن الله فالذي يشعر بألم في بطنه يذهب إلى قسم الباطنية ومن يشكو من ألم في عينيه يتوجه إلى قسم العيون وإذا قرر الطبيب إجراء عملية جراحية فإن قسم العمليات الجراحية هو المكان الذي يقوم بذلك يكشف الطبيب على المريض ثم يحوله إلى المختبر ليقوم بعمل التحاليل ليعرف الطبيب نوع المرض وقد يظهر من التحاليل أن المريض مصاب بالملارية أو الدوسونتارية أو البلهارسية أو غير ذلك توقف توقف موسيقى ترجمة نانسي قنقر